موجز لأهم الأنباء من القدس دوتكوم رمو الله فلسطين أهلا بكم تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية في حلب ومعارضون يفيدون بأن النظام السوري فقد السيطرة على ثلاثة أرباع الجيش وزير الخارجية رياض المالكي يشير إلى جاهزية فلسطين لليل العضوية ومساعي لحشد أكبر عدد من الأصوات وفاة شقيقين غرقا قبلت سواح الرفح وإصابة أربعة مواطنين في حدث سيرين بخان يونس قتلان في هجوم على دورية للشرطة بمحافظة لقطيف شرق السعودية تدهر الوضع الصحي للأسير البرق وإدارة السجون ترفض نقله للمستشفى الرئيس المصري محمد مرسي يطلب منح حكومة فرصة وحلفائه وخصومه ينتقدون تشكيلها وزير الدفاع الأمريكي ليون بنيتا يعرض خطة لضرب إيران لخلال السنة المقبلة وفقا لتقارير إسرائيلية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث تبقى ضمن معدلها السنوي في مثل هذا العام نهاية الموجز أترككم مع النشر الرياضية والزميل محمد العدم إلى اللقاء أهلا بكم إلى الموجز الرياضي من موقع القدس دوت كوم الولايات المتحدة الأمريكية تنتزع صدارة الترتيب العام للميداليات من منافساتها الصين بعد نهاية منافسات اليوم السابع من أولمبياد لندن بفضل تألق لاعبها في منافسات السباحة السباحة الفلسطينية سابين حزبون توديع منافسات السباحة بعد حلولها في المركز الخامس في مجموعتها والخامس الأربعين في الترتيب النهائي السباح الأمريكي مايكل فليبس يحرز ذهبية السباحة في منافسات 200 متر متنوع فردي ليصبح أول سباح في التاريخ يفوز بنفس السباح في ثلاث دورات أولمبية متتالية البريطاني بيتر ويلسون يحرز ذهبية مسابقة الحفرة المزدوجة دابل تراب ضمن منافسات الرماية في دورة الألعاب الأولمبية فيما ذهبت الفضية للسويد والبرونزية للمنتخب الروسي البيلاروسي سيرغو مارتينوف يفوز بذهبية مسابقة البندقية الهوائية من مسافة 50 متر في دورة الألعاب الأولمبية مسجلا رقما قياسيا السويسري روجيف فيدرير يتأهل المبرى النهائية لمنافسات تنس الرجال يواجه في المبرى اللعب البريطاني أندري موري وفي منافسات كرة القدم ضمن دور الثمانية يلعب اليوم المنتخب المصري ضد المنتخب الياباني والمنتخب البريطاني يواجه منتخب كوريا الجنوبية والبرازيل ضد الهندوراس أخيرا توزع اليوم 25 ميدالية في منافسات الجنباز والريشة والدرجات والتجديف والرماية والسباحة والتنس نهاية الموجز الرياضي لمزيدنا الأخبار زوروا موقعنا الكودس دوت كوم اشتركوا في القناة